هذا المشروح حتى الآن هتحكي لي إزاي تدورت الحكاية بداية لو تكلمنا عن تصويت الإلكتروني التصويت الإلكتروني أنا عملته من سنتين وأعلنته على التلفزيون بالمودل اللي أنا كنت عامله التصويت الإلكتروني ده بيستخدم فيه شاشة كمبيوتر وبرنامج كمبيوتر واسكنر اللي بيدخل يعمل تصويت بيحط الـ ID اللي هو البطاعة رقم القومي بيحطها على الاسكنر الاسكنر بيقوم بيعمل تشيك على البطاعة يعني بيشوف الرقم ده موجود فعلا بيعمل سرش يعني بحث ذاتي بحث إن هو موجود إن الرقم ده فعلا موجود إن البطاعة مش مزورة لأن البطاعة فيها بار كود هو بيعمل تشيك على البر كود في نفس الوقت فيبتد يعرف إن البطاعة دي ما تمش انتخبيها بكده إن البطاعة دي سليمة إن البطاعة ما فيهاش أي تسبير وبعدين ده الكلام ده بياخد ما يزيدش عن 10-15 سنين وبعدين بيظهر على شاشة الكمبيوتر ونوفر باع قصة السنين أما نحو لحدك اللي اختصارة بتاعتها كتير قوي فبيظهر على شاشة الكمبيوتر الـ ID نفسه البطاعة اللي هو عملها وبعدين بيظهر كل المرشحين كل مرشح في بلوك الوحدي بيظهر الصورة والرقم بتاعه والرمز بتاعه والرقم والاسم والصورة فكل البنات بتاعته اللي حضرتك بقى ده بتتعمل مع مين؟ مع البني آدم اللي بيعرف يقرأ ويتم مع المتعلم الكويس مع حتى الأمي اللي ما بيعرفش قرأة وكتابة وبيعرف الشكل أو داخل يجيب رمز فهو قدامه الأربع حاجات اللي هو عايز يختاره بيدوس على الشاشة بصبعه واحد اتنين ثلاثة وبعد كده بيدوس على زرار خارجي وياخد البطاقة ويمشي السيستم ده كده بياخد معاه من دقيقة لدي أو نص أنا بحسبها دقيقتين من ساعة ما بيدخل وحط البطاقة لحد ما بياخد البطاقة ويمشي فإحنا لو عندنا شاشة واحدة وبنشتغل في خلال ساعة واحدة سيه لو عندي خمسين مليون أنا بكلها كلمة على واحدة لو واحدة يبقى في الساعة هاخد عشرين يعني أنا هقول لك الستين على اتنين على دين هاخد تلاتين تمام؟ في الساعة الواحدة فأنا لو بشتغل عشر ساعات يبقى دي تلاتين في عشرة بتلتمية للفرد الواحد تمام فحضرتك عايزة تعملي كام شاشة تشتغلي بيهم أنا عملت السيستم يعمل حد خمسين مليون شخص ينتخف في اليوم الواحد في خلال العشر ساعات آخر واحد في جمهورية مصر العربية أيا كان موقعه يسحب البطاقة يتطلع النتيجة طب ده بيمنع التزوير ويمنع دخول الانتخابات مرة تيمب أو البطاقة تدورة زي ما بيقول برابو هذك سؤال قوي ويمنع الرشوة وهذه الأفعال الشيطانية البطاقة مرة واحدة لأن هي لو انتخبت هنا وراحت في مكان تاني في محافظة تانية وده معاشر ساعات انتخبت في مكان تاني اللي بيعمل سيرش بيعمل تسجيل ورا بعض أو بيعمل ترتيب لأرقام ورا بعض لو لقى نفس الرقامين ورا بعض يشتب الاثنين وبعد كده بيدي انذار ان ده ينتخب تقدر الجبيه بقى لأن الاسم والرقم والعنوان كل حقا تفصيل البطاقة بتاعته عندك فأحدك تجيبه الحزبية يعني هذا البرنامج أعددته له إمكانية عدم الاختراق لأنه هو شبكة محلية ما هوش داخل على الانترنت شبكة محلية يعني من القوضة دي للقوضة دي للمحافظة دي بشبكة بتاعتي أنا ما بيخلش بقى الانترنت مبرع فبالتالي ما فيش أي بني آدم بيدخل على السيستم لأن كل الكمبيوتر اللي موجودة موجود عليها النظام ده فقط عليها السيستم بتاعي أنا فقط فما فيش أي حدي تاني يقدر يخترق أو يدخل عليه أي حدي عايز يتأكد أن السيستم سليم ولا مسليم أنا بحط السيستم وعمل عليه تشيك كذا مكان إن شاء الله عمل 20 ألف واحد يدخل عشوائي أنا لو عندي دلوقتي 28 محافظة أحتاج في كل محافظة كم جهاز على حسب العدد اللي موجود في المحافظة في محافظة فيها 5-6 مليون بينتخبوا في محافظة فيها 100 ألف أو 200 أو نصف مليون لكن إحنا عملينا البرنامج إن هو يستوعب 50 مليون فرد في اليوم أحب إن شاء الله يكون 100 مليون الفرق في إيه؟ في عدد الشاشات طب التكلف شي بحددك الشاشة والنظام والسكنر الصغير الكلام ده كله لا يزيد عن 200 جنيه نقول ألف جنيه لو قلت ألف جنيه نقسم بقى كده الألف جنيه على دقيقتين هيطلع على 30 في الساعة نقسم الألف جنيه على 30 ساعة على 30 في الساعة وبعدين على 10 ساعات يعني نقسم الألف على 300 نقسم الألف على 200 هيطلع على 5 جنيه لو أنت بتستخدمها مرات ثانيا السيسم ده يمشي معك في مجل الشعب في مجل الشورى في الانتخابات نقابات حضرت بتوصف السيسم وتزبطيه طبقاً للي أنت عايزة تشغل عليه طب هل إحنا عندنا حد مدرب على هذا يعني حاضرتك اخترعت هذا النظام هل وقت عيب عندك كفريق مدرب على ده ممكن أي حد مش مدرب يقدر يشتغل عليه جداً أن أصل الفكرة موجودة والأساسيات موجودة عندي والبرنامج عندي لازم يحصل على التعديل أنا بيشغل معي 3-4 software وخلاص أنا بقى ممكن أشغل بدل 3-4 يبقوا ألف عشان يبقى كلهم حافظة فيها كذا ولكن السيكيوريتي على السيسم معي أنا واحد فقط أصل والتاني يبقى قبل أنه لو أحد جرر له حاجة يبقى التاني يبقى قبل الموضوع تمام؟ فهو ده يبقى لو اخترق هذا السيسم يمني يم التاني بس طب في الحالة دي أنا شايف أنه هو بيوفر وقت لو ده حصل هيوفر وقت وقت وفلوس وحماية بقى سندقة تتشال وعليها هجوم وسندقة تتأخر والناس اللي بتتعب والقضال اللي بيطلع المساكين بيتعبوا جداً ويعودوا يفرسوا لحد ساعة 2-3 بالليل وبعدين تدخل بقى الطعون لا ده أصلاً ما شافش لا أصلاً أنا كنت جايب ناس من عندي وزوروا كل الكلام ده بيتلغي لأنه بقول الحادثة آخر واحد في جامورية مصر يعني الفرز بيحصل آلياً أوتوماتيكاً كل واحد بيحط يطلع نتيجة للمجموع والصهر والليل عشر ساعات مدة الانتخابات تبدأ من ساعة واحدة من ساعة X X زاد عشر آخر ديها في X زاد حشرة تطلع نتيجة تال موضوع واللي يطعم موجودة وبعدين أعمل حتة سيكوري تانية ممكن يقول لي إيه يقول لي إن اللي ديها أصلاً سألت فيها بابلي كده يقول لي إن اللي دخل ده مش هو اللي كان عين تاخب واحد دخل ببطاقة واحد تاني أنا حاطت كاميرا وبالكاميرا دي اللي بيدخل علشان ينتخب ويحط الـ ID بتاعته الكاميرا بتاخد له لقطة وبتشيلها جنب الـ ID بتاعته يوم ما يقول لي فلان للـ ID بتاعته دخل وما كانش هو أعمل سيرش ويجيب الـ ID تطلع صورة من اللي انتخب طب يمش حطين بصمة العين بقى بالمرة بما إننا تاخد وقت تاخد وقت لكن تطلع الجهاز يقول لي ده تصور قبلك وانا بعمل وانا بحط الأشخاص اللي انا بختارها على طول تاخد لي لقطة في المنتهي تمام طب إحنا هن لو إحنا يعني عملنا ده في 50 مليون فرد انتخاب 50 مليون فرد في اليوم يدخلوا ينتخبوا ده هيكلبنا حوالي 100 مليون جنيه 100 مليون جنيه السيستم ده أنا أنا سمعت عن واحد بيعلن عنه على الـ CDC بـ 450 مليون جنيه حيدي الأيديا بالموديل بتاع السيستم أنا مش هدي السيستم كامل طب هل ده براية اختراع لحضرتك ولا تنفيذ وتطوير حضرتك لو كلمنا على براية اختراع لو كلمنا على براية اختراع يعني حضرتك هتعمليه لإحباب كبير لأن أنا مقدم براية اختراع سنة 2006 كان على نظام الأطراط حضرتك تعودي في قوضة زي كده فيها شاشة تشوفي جميع الأطراط الموجودة في جامورية مصر العربية بسرعة كل أطر ماشي بسرعة كام فتقدر يتحكمي في كل أطر تماشي إذا كان بسرعة تبقى خليز زود السرعة أو يقال للسرعة وتتحكمي وليك علاقة مع السواء تكلميه يعني حتى لو السواء جراله حاجة لقدر الله مات أو جراله أو بتاعب وهو سائل الأطر هديك أنت تسوي الأطر وانت في قوضة وانت في كونترور روم أنا قدمت عشان أخد براية الاختراع كما عي طالب أحكما قدمت عشان أخد 2006 ستة لحد عشان تسعى الورق يروح ويجي يروح ويجي بكلام عبيد فاضي وبعد كده لقيت أنه السيستم بتاعي اتفصص ومشي برا بقيت أشوف الحاجات بتاعتي اللي برا يا أوروزيك بخاف أقول حاجة على التلفزيون اللي بقوله بعد كده كل واحد يأخذ الفكرة يروح يعمل أيديا مش مشكلة طب حضرتك تقدمت بهذه الفكرة للمسؤولين إزاي وقوبلت هذه الفكرة إزاي الأولى والتنين إحنا بمتكلم لسه في التصويت التصويت الإلكتروني ده أنا أول ما مسك دكتور الجنزوري الوزارة الفترة اللي فاتت فترة النقالية السابقة أول أسبوع كنت أنا بأعرض البرنامج ده على التلفزيون كنت بأعرض حاجة خاصة في الطاقة الشبسائية وقلت له معي رئيس الوزارة الحاجة جهزة قولي النهاردة عايزها شهر هديك السيستم كامل بالموديل أنا كم مع الموديل كامل قلت له شهر كان عندي امتحنات شهر ولا شهرين لأ أنا قلت له شهر لأني كنت أنا عامل جهزة كل حاجة موجودة قلت له شهر خلص امتحنات وأبقى كده فاضي معك عشان ما قدرش أعمل بريكم لأني امتحنات قلت له شهر واحد يكسس وعملوا نيدا وسادة الوزير وسادة رئيس الوزراء أرجوك تسمع الحاجة دي هتوفر ودي هتمنع التزيورات صحيح وإحنا برضو من هنا بنعمل نيداء لسيد رئيس الوزراء حزم الفيبلاوي والقائمين على العملية الآن الدستور بينته منه وهناك تخطيط الانتخابات لابد أن تنظروا إلى هذا المشروع لأنه سيوفر على الدولة الكثير والكثير من الجهد والتزوير والوراق والأوراق وأموال الطائلة حتى لو كان هيتكلف 100 مليون جنيه فهو هيوفر أكثر من ذلك بكثير هم بتبع ورق بـ 50 مليون جنيه الوحدي بعد كده سيد رئيس الوزراء لم يستجب لم يستجب ولم يتحرك مش اول مرة بعد كده معرضتوش انا عرضتو على تلفزيون عرضو على مين مفيش قطاع خاص عايز انتخابات لا اصد معرضتوش على الحكومة اللي بعد كده لا الحكومة بعد كده كانتشغلة انتخابات بايفورس طيب احنا برضو احنا وجهنا نداء و احنا كلنا بنتمنى ندالة وانه هو هيوفر وقت و هيوفر حلوس و هيوفر علينا شبهة التزوير فخلينا نقول انتخابات ناديها ويا رب يكونوا بيسمعونا وينخزوا هذا المشروع هننتقل الى مشروع الطاقة الشمسية وحضرتك قدمت 14 مشروع طبعا انا مش هقدر في الفقرة دي نتكلم عن كل المشروعات فممكن نتكلم عن مشروع واحد عشان برض يعني نتاهم ان ما تتسرقش الافكار بتاعتك منها اولا حضرتك انا بتكلم احنا عندنا فيه هيئة اسمهائة الطاقة الجديدة والمتجددة دي معمولة سنة 1986 الهيئة دي بتصرف مبالغ مالية خرافية انا معايا الاحصائيات بتاعتها ولا جدوى منها كلها دراسات كلها هننفذ واخر حاجة لها في مجلس الشعب ايام النظام السابق ده كان عندهم خسائر 532 مليون جنيه على الاقل فهم بيصرفوا بالمليارات كل سنة بخلاف الدعم اللي بيجي لهم من بره يعني شوف هاتيك فلوس قد ايه مفيش اي انتاج لهم الا شوات حاجات صغيرة فلوسها مدفوعة من بره وانتاجها تعيف انا هبعد عن الكلام ده وهقول لهم انا مش عايز فلوس بس انا حبدأ بمشروع واحد من اللي معي حبدأ بالرأي احنا عند الرأي من الرأي حوفر لمصر اولا امريكا اللي بتعلي صوتها وتقول لنا الدعم ومش الدعم لا انا هخلي مصر شباب مصر يسحى الصبح يلعب كرة وينام اخر النهار واخر اليوم يكسب 10 مليون دولار طب ازاي يعني يسحى الصبح يلعب كرة وينام اخر النهار يكسب من جدا ده واحد منهم انا بكلم وهي حسبها لحظة يعني يسحى الصبح ما اعملوش حاجة ويجو اخر النهار ده ردا على اوباما عشان بيتكلم اقول انه فلوس فلوس احنا مش عزنا يسحى الصبح ويعمل اللي حزين يعملوه اخر نهار ربنا بيديهم 10 مليون دولار احنا عندنا لا يقل عن 500 ألف مكانة راية موجودة في الأراضي الزراعية ده الأراضي اللي هي الأراضي اللي بتروي بالراحة لست هدخل على الأراضي اللي بتاخد من 200 متر تحته ل 300 متر الخمسمية دولت أنا هقول فيه مكانة بتشغل بساعتين 3 في اليوم بتاخد لها 5-6 لتر وفيه مكانات تانية بتشغل الـ 24 ساعة بتاخد لها حوالي 40 لتر أنا أخذ المطاوسط نقول قد إيه السؤال بالسؤال هنقول إنها المطاوسط 10 لتر في اليوم كويس؟ العشرة لتر هقول في الـ 500 أنا هدخل بالبسيط قوي هو بالـ 500 ألف هيطلع قد إيه 5 مليون أدي 5 مليون الـ 5 مليون دول البلد بتشتري لتر السولار بكام؟ بدولار طب لو أنا وفرت للبلد 5 مليون لتر السولار ده على الأقل ده هما بيصلوا 8 أو 10 إذا إذن تغنينا عن السولار حطيت مكانه الشمسية اللي هو السيستم اللي هو إيه اللي أنا متكونه هو ما هوش اختراع ولكن موجود بره ولكن أنا مساستوى على ده وطبعا كل مكانة تختلف من مكان لمكان صحيح يعني وكل فلاح له نظام غير التالي كل ده أنا عمله دراسة وعمله تطبيق كامل فبالتالي أدي منموم وفرنا كام؟ 5 مليون لتر اللتر بكام؟ بدولار أدينا وفرتلي 5 مليون دولار أهو حد نعمل حاجة؟ يعني المكان ده لما بيس حتروحي تشتريه له جاز؟ سولار؟ لا حد هيروحي ده أورا المكانة؟ لا حد هيقدر هيمنع عنان الشمس؟ لا هدي يبقى كده صحي وأخر النقر ده يخد 5 مليون في حاجة تانية بتستخدم بنزين 80 آه بنزين 80 بنزين 80 ما هو معادش موجود؟ ما هو معادش موجود بس بتشتريه ما تلازم شيء انت عندك فئات كتير بتستخدم عربيات وفي مواتير بتشغل عليها وفي مواتير كهرباء بتشغل عليها والتوكتو بشغلها 80 صحيح هديك أنا هاخب جزئية معينة أنا عارفة فالش مشور؟ دي بتوفر بكرمك بتوفر معايا برضو من 6 إلى 7 مليون لتر بنزين في اليوم لان انا هاخد نفس الكلام 10 لتر في اليوم وعندي 600 700 ألف قطعة من الحاجة دي اللي بتشغل تمام؟ فانا بقلب السلسم ده كله ده انا بتكلم كهرباء لسه ما تكلمتش في البيئة تمام فانا هاخوفر اقول برضو 5 مليون لتر بنزين 80 زيهم وسعروا دولار ادي 5 و ادي 5 بقوا كم؟ 10 حد تعب يجي بالشمس لا خالص طب انت ازاي هتوفر 25 ألف فرصة عمل للشمس لان النصام ده علشان اعمله انا ما بعملوش عشان نشتغل يوم واحد انا بعمله المدى بتاعه 20 سنة السيستم اللي انا بعمله ده بياخد ضمان 20 سنة للخلايا تمام وبياخد 5 سنين للمكنة على الاقل لو استخدمها استخدام جيد بتوصل اكتر من كده تمام؟ طيب العشرين سنة دول انا مش بقول هتديرك حاجة شغلة بيها عشان تكسب البلد وتوفريها وحسيبك شغلة لحدك لازم يبسس ده نظام استراتيجي بقى يعني بقيد مصري فانا بجيب الشباب دول هم 25 ألف باخد منهم 20% وهنسي و10% تجارة وIT عشان ناقل في الستستم وبعد كده الباقي دول كلهم فانين هم دبلومات الصنايع واللي حتى معا دبلوم تجارة ومش عارف اشتغل ودبلوم صنايع كل ده وإعدادية بيعلموا ازاي يعمل صيانة لهذا الكلام يبقى ازا فيه متابعة يومية على 500 ألف وحدة اللي انا عملته او 700 ألف او 100 ألف علشان كده يبقى لازم في جميع محافظات الجمهورية لان الكلام ده يبقى على مستوى محافظات يبقى لحضرتك لو احنا عندنا احنا عندنا كم محافظة 28 قوله 25 لا انت شايف ان توليد الطاقة عندنا الطاقة الشمسية عندنا سهل جدا ومهم جدا ونقدر نستخدمه ده انا مش عايزة اقول لحضرتك ان احنا عندنا وزراء يعني ما راح نفعز تكلم عنهم الوزير اللي قبل ده بتاع البترول طلع مرة في القناة الاولى يقول ان الطاقة الشمسية مكلفة من ان نستخدمهاش لان احنا علينا احنا كمصر علينا غزو وانا قلتوا من 3 سنين على التلفزيون اكتر من 10 مرات علينا غزو من اوروبا الناس دي بتسعى انها تقفل علينا ان احنا نستخدم الطاقة الشمسية وهيجيبوا معدات الطاقة الشمسية بتاعتهم ويحطوها في مصر ولما يحطوها في مصر هيبقوا هما اللي في ايديهم الملك هما الاخوياء هيبقوا لنا القهرباء اللي بالشمس بتاعتنا هيبقى لنا بالسعر اللي هم عايزينه والباقي حسدروا لأوروبا يبقى لان البترول اللي هيخلص في خلال 15-20 سنة بالتالي هم مش هيبقى عندهم طاقة هيعملوا ايه؟ هيبقى لنا زي عندك بير بترول بير بترول اللي بيطلعوا الأجانب يقولك انت لي بحس قد كده وان ليه حس قد كده هم هيعملوا نفس الكلام بس بقى في دي هم هيبياخدوا طاقة ما بيدفعوش فيها حاجة وما بيطلعوش حاجة من تحت الأرض لان ربنا عطينا الشمس كل يوم من 10 الى 12 ساعة ومن 10 ساعات طفع جالة كده كنت قلتين انت مرسي الرئيس المعزول بعتلك وبعدين تلعبوا بحضرتك شاء لا يعني السوري من نفس ان هم معتوك لحسن مالك ومن حسن مالك للشاطر ايوا شهر اتنين السنة اللي فاتت فجيت بواحد جالي المكتب دكتور عرفني بنفسه كان حاولي ساعة 10 بالله عشر ونص قعد معي حد ساعة 3 الفجر طبعا قال لي انا سمعت في التلفزيون وعرفت عنك انك انت كذا كذا فانت عندك المشاريع بتاعتك دي اي فانا بصراحة صارت معاك وقلت له فقال لي طيب ايه رايك ان احنا نشتغل مع بعض احنا كده هنبقى طاقم اربعة وحنشتغل طبع الرئيس مرسي مباشرة وهيبقى كل المشاريع مطبقة لايه قلت له بس هتبقى كلها المص وانا المسؤول عنها او احنا الاربع المسؤولين عنها قال لي موافع وبعد كده بدء يدفع التلفون يتكلم واحد يتكلم وحاول يسعى الاربع فانا ستقول للمكتب ورحت للمكتب التاني بعد سالة الاربع يقول لي خلاص احنا اتفقنا وانت ضمن الاربع بس فيه شرطين هنعملون شرط الاولاني هنروح نقابل الشاطر هنقرض علي الفكرة اذا وافي بها وقبلها هنروح نقابل المالك حسن المالك وبعدين بعد حسن مالك هنروح ايه نصدق من الرئيس مطول انا رجل عسكري اولا ما باشتخلش عند حد اولا لده في الوزارة ولا ده في الوزارة ولا ده يهمني ولا ده يهمني اذا كنت انت جاي بتقول لي مع الدكتور محمد مرسي يبقى مني لي مباشرة اوديني حد من الوزراء اللي هم المسؤولين يتكلموا انا مالك اروح لده ولا اروح لده طبعا انا قلت الكلام ده على تلفزيون على فكرة قبل ما يمشي مرسي عشان ما قلوش ان انا قلته بعد مرسي قعد من شهر اثنيني لشهر خمسة يترضني انا زوقت منه صراحة يعني لان انا قفلت على الموضوع قلت له ان شاء الله تختاروني مشاي احنا بنتمنى ان سيد رئيسي الوزراء حزم البيبلاوي باحتم 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 لدكتور البراد باحتم لدكتور حزم البيبلاوي mail و message وهو معي فندل الروتري وبلغته عن طريق زمان وباحت لحمد المسلمان السيد الحمد المسلمان الى الى إعلان بعتلوا مسج وبعتلوا على الإيميل وعلى الفيسبوك وبرضه لدكتور بيبلاؤه على الفيسبوك بالإيميل وبعتلوا الدكتور للوزير التجارة والصناعة بعتلوا مسج ومسج دكتور فخري عبد النور بعتلوا رسالة على التليفون كبيرة وبعتلوا مسج مسموعة وبعتلوا مسج طب يعني ممكن برضه خلقينا نبدأ حسن النية ونقول إنه ممكن الرسائل ديت محدش فاضي يقرأ الرسائل ومحدش فاضي يتواصل يعني نعمل محاولات ونعمل زيارات مباشرة بس حتى على الأقل يوقفوا هيئة الطاقة اللي عمالها تصرف مليارات كل سنة آخر مشروع آخر موازنة ليهم 8 مليار أو 6 مليار 6 مليار جنيه بدون في أي فايدة حرام بدون نعمل إحنا حافظة إحنا يعني عرضنا الموضوع وجزء من الموضوع يعني في عندينا 14 مشروع لكن الحقيقة الوقت أزف ورانا نستنين أنا بشكر حضرتك العميد دكتور مهندس سامح نعمان العسوي خبير في الطاقة الشمسية ومصمم برنامج التصويت الإلكتروني ومستشار الحرب الإلكترونية سابقا ده في العسكرية أنا بشكر حضرتك شرفتنا في تعيشي يا مصر ومش من بلدنا اللي غواه الشيطان مش من بلدنا اللي باع الأمان مش من بلدنا براء منه كلنا براء منه كلنا وتعيشي يا مصر حرة مستقلة تعيشي يا مصر قوية أبي عفية أشكركم وإلى أن ألقاكم تعيشي يا مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر